مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الأول الدرس الثاني عنوان الدرس ريتشارد في العراق قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجي الفيسبوك لستطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس بكتاب الطالب مكتوب على صفحة يونت 1 لسن 2 اليونت الأول الدرس الثاني ريتشارد في العراق بالبداية يقول لي ريتشارد went to Iraq in the holidays شخص اسم ريتشارد ذهب إلى العراق في العطل He took these photographs أخذ أو التقط هذن الصور and put them in his scrapbook ووضعها في سجل الصور الخاص به شي يطلب من عندي يقول لي talk about the photographs تحدث عن هذه الصور What do you think Richard said about the things he did and saw ماذا تعتقد برأيك أنت؟ ريتشارد قال عن هذه الأشياء التي فعلها ورآها في العراق Use the words from the box باستخدام كلمات من الصندوق يعني مثلا هو ريتشارد اجل للعراق شاف الفيتبول تعرفون الفيتبول معناها كرة القدم The citadel in Erbil معناها قلعة أربيل أو القلعة في أربيل Hatra هو مكان أثري في نينوة أور قلعة أور كذلك مكان أثري Traditional market الأسواق التقليدية الأسواق الشعبية marches in the south وكذلك marches الأهوار in the south في الجنوب إذن هو التقط صور لهذه الأشياء شافها وراح جربها يقول لي شون رأيك إش تعتقد أنه هذا ريتشارد قال عن هذه الأشياء مطيني كلمات هذين الكلمات هنا اللي راح نستخدم هنا بوصف هاي الصور أول شي نجي نتعرف على الكلمات amazing معناها مذهل هذه الكلمة حفظوها جدا مهمة boring معناها ممل exciting معناها مثير fantastic معناها رائع great معناها عظيم huge معناها ضخم كبير جدا زيان عرفنا مع ذنك كلمات هنا الأستاذ راح يسأل الطلاب يقولهم ماذا تعتقد ريتشارد قال عن مباريات كرة القدم في العراق أو ماذا تعتقد ريتشارد قال عن مباريات كرة القدم في العراق ماذا تعتقد أن ريتشارد قال عن القلعة في أربيل هذا الطلاب يجاوبون مثلا واحد يقول he said that football is amazing قال أنه الكرة القدم ممتعة أو مذهلة جدا وطالب آخر يجاوب the citadel in أربيل is exciting قلعة أربيل مثيرة وهكذا زيان الطلاب فكروا وقالوا أنه أنا أعتقد أنه ريتشارد قال عن قلعة أربيل مثيرة عن المباريات مذهلة عن الأسواق كمثال كبيرة إلى آخره هذا رأيي الطلاب بعدين بعد دقائق راح نتعرف على ما قاله ريتشارد حقيقة عن هذه الأماكن اللي قام بزيارتها حاليا اللي مطلوب من عدكم فقط تحفظون ذن الكلمات هذن كلمات اللي ترجمناهن وهنا نكتبهن بشكل أوضح حاولوا تحفظوهن إملاء ومعنى لأن راح تجيني أو راح تفيدني بسؤال الإسقاطات كمعاني وبسؤال الإملاء من الممكن يجيب ليها على شكل حروف ناطسة amazing معناها مذهل exciting معناها مثير great معناها عظيم boring معناها ممل fantastic معناها رائع وهيوج ضخم إذن هذا النشاط حاليا لحد الآن المطلوب من عندي فقط حفظ هذه الكلمات الآن ننتقل للنشاط الآخر أو كتاب النشاط يقول لي listen and number the photographs in order Richard talks about them شي يقول لي يقول لي أنا راح أسمعك مقطع صوتي حاول أن ترقم هذه الصور على أساس الترتيب اللي يحتي به Richard يعني مثلا Richard بالبداية يحتي عن أور أكتب هنا أنا رقم واحد وراها يحتي كمثال على traditional market أكتب هنا أنا رقم اثنين وهكذا إذن نستمع للمقطع الصوتي نتعرف أولا على الترتيب اللي حتش به الأحداث أول شي شنو اللي قام بزيارته وبعدين اليام كان ذهب وبعدين اليام مباراة حضر إلى آخره أرتبهن مثل ما طلب من عندي وراها بالتمرين اللي بعده نستمع لرأي ريتشارد الحقيقي عن هذه الماكن اللي قام بزيارتها الآن نستمع للمقطع الصوتي الثاني على مدى نرتب الصور بالترتيب اللي طلبه من عندي للمقطع الصوتي وقفت مجرسات في بعض الأمي وقفت مجرسات في بعض الأمي نجوناً يتضح آخر الأنب في المقف التقالي في مرحلة في المرافق المتحدة في الشعب حضر في مرحلة، ملتواصلتي وحضر جزيلا أمتظر المنزل صفحتها ليس فقط مرحلة في المنزل بعد سيارة في مرحلة في الغضاء نحن محوظة إلى المرافق المنزل A long time ago this was the capital of the ancient Sumerian people It's famous as the birthplace of Prophet Abraham peace be upon him The ziggurat is huge It's about 21 metres high No wonder it's one of the most famous monuments in the world On Wednesday we took a car across to the marshes The boat trip's quite exciting My mother told us to sit still, but it was hard to We saw birds we'd never seen before Flamingos and herons and pelicans The next day, we travelled to Erbil It was a long journey, and my sisters were fed up On Friday morning, we looked around the markets Then I was fed up Shopping is so boring I liked the citadel, though The yellow stone is so bright in the sunshine It is very high up, and the view is amazing For our last trip, we went to Hatra We stayed at a hotel in the middle of the ruins Hatra used to be a great city It was a very important place in many civilizations The old temples are still beautiful I'll never forget Hatra Or the other wonderful places we visited So, after we got Sons, the picture We got Sons Richard with the picture We were seated Now, you'll be right up to Tmr.b Let's go to Tmr.1 Listen to Richard talking about the photographs again استمع لريتشارد مرة أخرى يتحدث عن الصور الفوتوغرافية ثم اكتب كلمة يصف فيها ريتشارد كل مكان قام بزيارته يعني مثلا لاحظنا من خلال المقطع الصوتي انه حتش عن الفوتبول ماتش مباراة كرة القدم اللي شافها عن سيتادلف ان اربيل عن قلعة اربيل إلى آخره كل مكان زاره انت رأي بي اما قال عنا اميزنج اما قال عنا هيوج اما قال عنا بوري فاني يريدني اكتب الكلمة المناسبة لكل مكان قام بزيارته حسب شنو حسب المقطع الصوتي اذا نستمع المقطع الصوتي وهالمرة نركز على رأي ريتشارد بالأماكن اللي قام بزيارتها نحن نظر على السماري ربما. ومع فهدت فهل أنت ميزئ. فهل أنت طبيعا، فهل أنت طبيعا، شباباً. فهل كانت صباحاً، فهل أنت صباحاً. كما ربما، فهل ما ربعاً. فهل الوصول من جدا، ومعنوا فيهم كثيراً. كما نتوجه إلى حترا، فهل أنت تسلق في مدده المدينة. حترا كانت مدى جميلة كانت مدى جميلة في الكثير من الوحيدات المدى الأولى يتبعون جميلة لا أتذكر حترا أو المدى المدى الجميلة التي قمت بإمكاننا إذن بعدما سمعنا المقطع الصوتي وعرفنا رأي ريتشارد الحقيقي بكل الأماكن اللي زارها فمثلا هو راح شاف مباراة كرة قدم في العراق قال عنها رائعة مذهلة أور اتحدث عن المدينة الأثرية أور قال عنها ضخمة كبيرة جدا الأهوار في جنوب العراق الأسواق هو قال عنها بورنغ بس مو قال عن الأسواق بورنغ قال عن الشوپنغ بشكل عام بورنغ هو يكره التسوق قال عن التسوق ممل قلعة أربيل مذهلة وهاترا المكان الأثري عظيم هذا ما يخص تمرين لقم واحد هذا التمرين يعتبر تمرين مفردات مهم جدا بالامتحان التحريري شنه يعني استاذ تمرين مفردات؟ يجين على شكل إسقاطات يعني ينطين ذن الجمل أما الكلمات ينطين إياها بأعلى التمرين يقول لي سقط لي الكلمة للفراغ المناسب حسب رأي ريتشارد لازم نحفظهن التمرين الآخر يقول لي استمع مرة أخرى this time no done any facts you hear وبهاي المرة حاول تكتب أي حقيقة قال عنها ريتشارد هنا أنا مو إلا نتقيد بالأماكن اللي زارها مثلا هو قال عن shopping قال عن التسوق is boring قال عن التسوق أنه ممت بعد شن اللي ذكره بالمقطع الصوتي وتقدر تلاحظه ما مثكوا سابقا بالتمرين السابق شنو الحقائق اللي قالها؟ كمثال قال my mother didn't like the football match فأقول his mother أما didn't like لم تحب الفتبول match مباراة كرة القدم بعد شنو الحقيقة الثالثة اللي ذكرها بالمقطع الصوتي كمثال ذكر بالمقطع الصوتي أن مدينة أور هي the capital هي عاصمة of Sumerian people هي عاصمة السومريين في الحضارة القديمة وهكذا إذن هنا مجرد يقول لي اكتب الحقائق اللي سماعتها من خلال المقطع الصوتي هذا التمرين نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي حاليا فقط تمرين رقم واحد المهم أنه ممكن أن يجينا على شكل اسقاطات الآن ننتقل للتمرين رقم ثلاثة what do the words mean ماذا تعني هذه الكلمات يعني يريد معانيهن باللغة العربية فمثلا هو منطيني كلمة ancient ancient معناها أثري أو قديم جدا هاي الكلمة جدا مهمة أقدر أنطيها مرادف معناها very old معناها جدا قديم بعد citadel معناها قلعة marsh معناها أهوار أو هور ziggurat هي الزقورة و bright معناها مشع هذن الكلمات يطلب من عندي أني أنطي معانيهن أنطيت معانيهن باللغة العربية هذا التمرين أو ذن الكلمات كلمات للحفظ فقط كمعاني وليس كأملاء مو مثل الكلمات اللي أخذناها هنا بداية الدرس الكلمات اللي أخذناها بداية الدرس لازم أحفظ أملاء هنا ومعانيهن أما ذني فقط معانيهن لأن راح تفيد إن شاء الله بالدروس القادمة تمرين رقم أربعة تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري استاذ شنو مهم يقول لي ضع الكلمات بالترتيب الصحيح منطيني كلمات مباثرة يطلب من عندي نرتبهن فهنا هنا يقول لي قعد ترتيب هذه الكلمات ش رح أقول أقول ريتشارد ريتشارد هو الفاعل ريتشارد ثوت ريتشارد يعتقد أو اعتقد ذ فوتبول ماتش اعتقد ريتشارد بأن مباراة كرة القدم كانت معناها مثيرة رتبت الجملة مثل ما طلب من عندي الجملة الثانية يقول لي انتبهننا أكو علامة سؤال بما أنه أكو علامة سؤال إذن أما أخلي أداة السؤال وإذا ما أكو أداة السؤال أخلي الفاعل المساعد بالبداية هو منطيني الفاعل المساعد حرف كبير إذن دو بالبداية دو ورد دو بالسؤال شي يجي يجي الفاعل فشن هو الفاعل بالجملة يو دو يو زاداً الفعل اللي هو شن هو فيزت دو يو فيزت هذا الفعل اللي هو فيزت دو يو فيزت هل تزور شن تزور يور فرينز أصدقائك هل تقوم بزيارة أصدقائك شوكت فالويكند في نهاية الأسبوع لازم يجي قبلها آت وذا فآت ذ ويكند هل تقوم بزيارة أصدقائك في حطل نهاية الأسبوع هذا ما يخص تمرين رقم أربعة تمرين مهم جداً حاولوا تحفظوا تكتبوا بالدفتر وتحفظوا ننتقل إلى تمرين رقم خمسة استمع إلى سارة تتحدث عن عطلها ثم قم بكتابة الملاحظات بالبداية نجي نعرف شين المطلوب من عندي يقول لي ما هي اسم صديقة سارة وين تسكن وين أخذوا عائلة سارة وين أخذوها اليام كان نستمع إلى مقطع الصوتي ونحاول نجاوب على هذه الأسئلة طبعاً لأن ما متوفر المقاطع الصوتية كلها هذا المقطع الصوتي على المنهج الجديد حالياً لحد الآن ما متوفر لذلك رح نطلع على شكل نص ونقرأ وراها نروح نجاوب على أسئلة التمرين بالبداية يقول لي سارة تتحدث تقول I enjoyed my holidays very much لقد استمتعت بعطلي جداً I didn't go away لم أذهب بعيداً But my friend Samira came and stayed with me لكن صديقتي Samira جاءت وبقيت معي She lives in Abu Dhabi تعيش في Abu Dhabi We are the same age نحن في نفس العمر 13 13 عام I visited her last year قمت بزيارتها العام الماضي Samira first visited Iraq When she was seven Samira قامت بزيارة العراق أولاً عندما كان عمرها سبعة أعوام A long time ago قبل مدة طويلة We took her to lots of lovely places أخذناها للكثير من الأماكن الجيدة الجميلة On her visit في زيارتها We went to the museum ذهبنا على المتحف And Samira said it was very interesting وقالت Samira أنه كان جداً ممتع One weekend في إحدى عطل نهاية الأسبوع We went to Hatra ذهبنا إلى المنطقة الأثرية Samira loved that Samira أحبت ذلك Two جداً She said it was fantastic place قالت بأنه مكان مذهل Sometimes in the evenings في بعض الأحيان في الليل We went walking along the river كنا نتمشى على طول النهر With my parents مع والداي It was beautiful كان الأمر جميلاً Sometimes we had dinner in the restaurant في بعض الأحيان كنا نحظى بوجبة العشاء في المطعم We had such delicious food لقد كانت طعاماً جداً لذيذ بعد ما قرأنا القطعة أو المفروض نستمع المقطع الصوتي لكن مثل ما وضحنا أنه ما كان مقطع صوتي فطلنا على شكل مقطع نصي الآن نحاول الحل هذه الأسئلة لاحظنا أنه يقول لي What is Sarah's friend's name ما هو اسم صديقة سارة ذكرنا أنه اسم صديقة سارة هي سميرة فنقول له سميرة بعد Where does she live Hi سميرة وين تعيش قلنا أنه تعيش بأبو ضبي في مدينة أبو ضبي How old is she اجقد عمرها ذكرت بالقطعة أنه عمرها 13 13 عام Where did Sarah's family take care زين عائلة سارة وين أخذوها ذكرت بالمقطع النصي أنه عائلة سارة أخذوها للحطرة المكان الأثري ميوزيوم المتحف والريفر النهار والريستورانت المطعم إلى آخره هذا ما يخص تمرين رقم خمسة كذلك هذا يعتبر نشاط سماعي نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد نستمع المقطع الصوتي ونجاب على الأسئلة الخاصة بالتمرين من خلال المقطع الصوتي هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بي الأماكن اللي قام بزيارتها ريتشارد ورأي ريتشارد بكل مكان قام بزيارته الكلمات اللي أخذناها هنا ببداية الدرس سيجب حفظ املائها ومعانيها والتمرين رقم 2 كذلك نحفظ معاني كلمات الخاصة به أما باقي أنشطة الدرس لاحظنا أنها عبارة عن أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو استفسار أو وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة منكم على الشاشة